انت بالفترة المقبلة يعني بعرف انه الانتاج صعب عبتنتج لوحدك تماما شو مخططت يعني كيف بدك هلأ الشهرة صعبة والانتاج صعب عم بيشتغل على كذا فكرة لا قادر اوصل للعالم لا قادر اوصل للناس ليشوفوا مين امير عموري عم بلش اشتغل شيء متل ما بيحبوه مثلا هلأ مثلا متل هيد الغنية ترند وصدارة انا واثق انه رح يحبوها على تيك توك دندلي ما طعم منها على العود على العود انا برايي تخليوه اكسكلوزيف غنية هاليا ام تحتانزل الغنية ان شاء الله الخميس هيدا الخميس الساعة خمسة ونصف بتوقيت لبنان وستة ونصف توقيت دبي حلو على قناتك باليوتيوب يالله كلها نسمعوها نحن احنا بنا نتحدث عن العود الحلو الذي جانبك هذا العود ليس قصته قليلة هذا العود هدية من سلطان طرب جورج وصوف صح صح أبو الجهله تحي كثير 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 أنا بحس أسطورة وهو مسألة الأعلى في الفن حلو، كيف حصل اللقاء وكيف حصلت؟ والله رحنا أنا والوالد اللي عنده وورجيته كيف أن يطلب زفويس دبنا أغيابك فكثير مبسط كثير كثير من حديث لحديث فقال له نجيبولي عودي الخاص جابولي عودي الخاص قال لي هيدا مني لألك لأنه أنا شايف فيك أبو ودي على صغير يا سلام، حلو، يلا إن شاء الله يا رب ماذا كتب لك علي ورجينا يا بالله؟ كاتب لحبيبي أمير عموري مع توقيعه